بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور الثامن والأخير في مقرر مقاومة المواد واختباراتها والذي بعنوان Stress and Strain Transformations تحويل الإجهاد والإنفعاد نبدأ هذا الفيديو بتقديم الـ General Objectives الأهداف العامة لهذا المحور Upon completion of this chapter, it is expected that the students will be able to First, analyze stresses in two dimensions and understand the concepts of principal stresses and the use of the Mohr circles to solve two-dimensional stress problems Second, analyze and calculate simple problems involving stresses and strain in two dimensions نبدأ بالمحاضرة الأولى في هذا المحور الأهداف الخاصة لهذه المحاضرة هي كالآتي First, general state of stress Second, plain stress transformation Third, principal stresses And finally, maximum shear stress نبدأ بتذكير بسيط لهذا المثال اللي أخذناه في المحور الثاني في الشير القص فكان عندنا هذا البار اللي ابتداءً يبدو أنه مشدود عليه شد وطلبنا حساب الإجهاد العمودي وإجهاد القص على المقطع AA وعلى المقطع BB AA هو مقطع عمودي على المحور لكن AA هو المقطع العمودي على المحور لكن BB هو المقطع بدرجة ميلان على المحور 60 درجة تحصلنا في الأخير على النتائج التالية أنه على المقطع AA الإجهاد العمودي كان بقيمة 500 كيلو باسكال وإجهاد القص طاو كان يساوي 0 ميجا باسكال لكن على المقطع BB كان معانا الإجهاد العمودي بقيمة 375 كيلو باسكال يعني مختلفة عن الأولى في AA وإجهاد القص بقيمة 217 كيلو باسكال صارت ما هي تساوي 0 مختلفة عن AA وبالتالي نستنتج من هنا أنه يكفي أن نغيرنا اتجاه حساب الاتجاه اللي نحسب عليه الإجهاد سواء العمودي أو الشير يتغير معانا قيمة الإجهاد نفسه السيجما صارت مختلفة والطاو أيضا صارت مختلفة لو أخذنا جزء من المادة إيش رح يكون الـ General State of Stress داخل هذا الجزء؟ باتجاه الـ X بيكون معانا سيجما X اتجاه الـ Y بيكون معانا سيجما Y وباتجاه الـ Z بيكون معانا سيجما Z أيضا على المسطحات هنا معانا ثلاث مسطحات المسطح X-Y Plane X-Z Plane و Y-Z Plane لو أخذنا مثلا X-Y Plane ونشوف عليه الـ Stress بنحصل في اتجاه الـ X سيجما X في اتجاه الـ Y سيجما Y والـ Tangent Stress ويكون معانا طاو X-Y تساوي طاو Y-X لو أخذنا المسطح بنظرة كاملة نتحصل على باتجاه الـ X سيجما X عليها طاو X-Y والطاو X تساوي الطاو Y-X وهنا في اتجاه الـ Y معانا سيجما Y يسمى Plane Stress على كل مسطح من المسطحات الثلاثة يطلع معانا Plane Stress لو أردنا حساب الإجهاد في اتجاهات مختلفة في اتجاه الـ X-Dash والـ Y-Dash بدرجة مايلان بزاوية مايلان ثيتا بالنسبة لاتجاه الـ X أكيد أنه قيمة الإجهاد تتغير معانا فبدل السيجما X في اتجاه الـ X بتصير معانا سيجما X-Dash في اتجاه الـ X-Dash وأيضا بدل السيجما Y بتصير معانا سيجما Y-Dash في اتجاه الـ Y-Dash أيضا طاو X-Y تختلف معانا وتصير طاو X-Dash Y-Dash انطلاقا من قيمة سيجما X سيجما Y طاو X-Y وثيتا اللي كلها معلومة معلومة القيمة يمكننا حساب قيمة السيجما X-Dash والسيجما Y-Dash والطاو X-Dash وي داش القوانين هي كالآتي سيجما X-Dash يساوي سيجما X زائد سيجما Y على اثنين زائد سيجما X ناقل سيجما Y على اثنين كوسين 2 ثيتا طاو زائد طاو X-Y سين 2 ثيتا هذا لحساب X-Dash معلوم انه زي ما شرحنا X والX-Dash هم ما بينهم زاوية ثيتا هذا القانون الخاص لحساب سيجما طاو عفوا شير سترس طاو X-Dash Y-Dash وهذا القانون الخاص لحساب السيجما Y-Dash طبعا هذه الطريقة النظرية الطريقة الغرافيكل رح نشوفها بعدين اللي هي مهر سيركل هنا معنا شرح لل Principle Stresses لما يكون معنا هنا سيجما X طبعا هذا في اتجاه هذا اتجاه السيجما وهذا اتجاه الطاو هذه قيمة سيجما X ناقص سيجما Y على اثنين وهذه قيمة ناقص سيجما X ناقص سيجما Y على اثنين هنا معنا طو X-Y وهنا ناقص طو X-Y الزاوية هنا 2 ثيتا P1 ال Principle Stresses سيجما 1 2 تساوي سيجما X زائد سيجما Y على اثنين بلاس و ماينس جذر تربيع سيجما X ناقص سيجما Y على اثنين تربيع زائد طو X-Y تربيع طبعا السيجما 1 دائما وأبدا أكبر من السيجما 2 فتكون السيجما 1 على حساب البلس والسيجما 2 على حساب الماينس طبعا الإجهاد الأساسي هذا Principle Stress يكون له اتجاه في أي اتجاه يكون يكون في اتجاه ثيتا P ثيتا P هنا معنا 2 ثيتا P ثيتا P كما تساوي نستنتجه من هذا القانون Tangent 2 ثيتا P تساوي طاو X-Y تقسيم سيجما X ناقص سيجما Y على اثنين طبعا نستنتجه من هذا المثلث قائم الزاوية الضلع المقابل للزاوية تقسيم الضلع المجاور يعطينا التانجنت بالنسبة لل Maximum In Plane Sheer Stress القانون هو كالآتي طاو Maximum Sheer Stress In Plane يساوي جذر تربيع Sigma X ناقص Sigma Y على اثنين تربيع زائد طاو X Y هنا معنا قيمة Sigma X ناقص Sigma Y على اثنين وهنا بالسالب هنا معنا طاو X سالب طاو X Y من هنا طبعا هذا اتجاه Sigma وهذا اتجاه طاو هنا بيكون معنا Sigma Theta S اتجاه Maximum In Plane Sheer Stress هذه الزاوية 2 Theta S 1 TANGENT 2 Theta S يساوي ناقص Sigma X ناقص Sigma Y على اثنين تقسيم طاو X Y مع العلم انه Tau Average هو مجموع Sigma X زائد Sigma Y على اثنين كل هذا الكلام اللي نحكيه انه يكون معنا Sigma X معلوم Sigma Y معلوم Tau X Y معلوم ترجمة نانسي قنقر